وزير الداخلية الأسبق يمازن القاضي قال إن القرار الملكي بدمج مديريتين الدرك والدفاع المدني لمديرية الأمن العامة قرار صائب وأضاف القاضي في تصريح لرؤية أن ما تم اليوم هو قرار سيدي لصالح المصلحة الوطنية العليا للدولة أود أن أذكر أن الفرع عاد للأصل أصلا مديرية الأمن العام خرجت منها دائرة المخابرات العامة في عام 1962 عندما كانت اسمها المباحثة العامة وأيضا خرج الدفاع المدني من الأمن العام من رحم الأمن العام وأيضا الدرك أنشئ عام 2008 خرج من رحم الأمن العام الآن في ظل الظروف الحالية والمستجدات والمتغيرات سواء كانت على مستوى محلي أو مستوى إقليمي أعتقد أن هناك نظرة صوابية في إعادة توحيد هذه الأجهزة وتوحيدها أنا أعتقد جازما أنه سيصف المصلحة العليا للدولة الأردنية حتى يكون هناك توحيد في اتخاذ القرار حتى لا يكون هناك تشتيت في الأمر لأن هذه الأجهزة تتعامل مع الوطن تتعامل مع المواطن صبح مساء لذلك يجب أن يكون هناك وحدة للأمر